كل سنة وانتم طيبين رمضان على الأبواب وطبعا كلنا بدأنا نحس حتى ده في الشارع المصري بدأت فوانيس رمضان تبقى موجودة بدأت الاستعدادات المسلسلات كلها موجودة في الكواليس ناس بتشتغل والتصوير موجود في كل مكان والحقيقة الكل بيجري في المونتاج وتترات وكل حاجة طبعا الشركة المتحدة بتقدم وجبة درامية رمضانية دسمة جدا تنوع كبير جدا مسلسلات ما بين 15 حلق وما بين 30 حلق ودي فكرة لطيفة جدا ولكن خلونا حنتناقش على كل ده النهاردة التسعة عندنا ستوديو تحليلي كامل جدا لمسلسلات رمضان وبنبدأوا من بدري زي بالزبط المباريات بتبقى في الرياضة علشان نبقى جاهزين مع حضراتكم وحضراتكم كمان تعرفوا المطبخ الرمضاني الدرامي شكله ايه خليني ارحب بي السادة الزملاء ايضا ديوفي النهاردة الاستاذ مصطفى الكلاني والاستاذ محمد نبيل برحب بيكم ومنورني في التسعة اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب خلينا نبدأ ونسأل يعني السنة دي عندنا دراما متنوعة يعني انا عايزة كده اتعامل معاكم بصفة المواطن المواطن هيشوف السنة دي دراما في مسلسلات 15 حلقة وفي مسلسلات 30 حلقة وجهة نظرك الخمستاشر حلقة شايف ان هي اقاع ولا ايضا مشاركات اكثر لأكبر عدد من النجوم والموضوعات الاتنين اولا احنا مرينا في لحظة انه المسلسل بيكمل معايا من اول حلقة لحد التامنة التاسعة وبعد كده بيبقى فيه جاب كده بلا احداث او احداث مختلقة الناس كلها بدأت اكتشفها ويرجع مثلا في الست عشر سبع عشرين يصحى المسلسل من جديد ويقفل كل الخطوط الدرامية ايه اللي اتفتحت خلال الحلقات اللي قبلها انا احنا نعمل مسلسلات 15 حلقة ده بيدي اولا السيناريست براح في انه ما يبقاش عنده مساحة للمط والتطويل فيعمل الفكرة موجازة يحط كل التفاصيل اللي قادر يعملها في خلال الخمستاشر حلقة من ناحية تانية بيبقى عندي فرصة انه عدد كبير من النجوم يبقى موجودين عندي في الشاشة بيثرو الشاشة بشكل كبير وفرص لممثلين كتار كمان يبقى موجودين لان انا عندي كم ممثلين جيدين كتار جدا صح ممثلين شطرين جدا جدا وهو بيبقى ازاي الماراثن او المهرجان الرمضاني بالضبط فبتبقى فرصة ان انا كمان يعني تبقى لطلة لأكبر عدد من النجوم عشان الجمهور كمان عاوز يشوف نجومه صحيح المهم وانا لما اقدمهم له في الموسم الرئيسي بتاعي اللي هو الموسم الرمضاني انا بعمل ده ليه ايو بعمل ده علشان اولا عامل جذب ليه كقنوات ثانيا جزء من ان انا بقدم نجوم جدد وزي ما بيحصل وحصل السنة دي وبقدم نجوم كبار بيعملوا دراما تلفزيونية طول تاريخهم دراما جيدة جدا زي الاستاذ يحل في خراني السنة دي مثلا واسامي كبيرة موجودة وكمان الجمهور شايف شايف نفسه جوه الاعمال اللي بتتحدث صحيح من خلال الموضوعات طيب روح لأستاذ محمد كمان خليها نتكلم على عودة بعض النجوم يعني عندنا نجوم كبار بنشوفهم خلاص بشكل يعني دوري دلوقتي على مسلسلات رمضان وعندنا نجوم عادو تاني الا الشاشة هما ايضا نجوم يعني كنا بنتبعهم في اعمال ودي فكرة حلوة انه الجميع يبقى موجود زي ما استاذ مصطفى قال يبقوا موجودين على الشاشة بتشوفها ازاي صحيح كلنا اعتقد كنا سعداء السنة دي وبيتم الألانة عن مسلسل الفناني الكبير يا حف خراني يمكن طبعا يا حف خراني اتعود انه بيقدم مسلسلات على مدار سنين وبعدين حصل توقف انما اعتقد انه مرتبط بشهر رمضان صحيح صحيح بالنسبة لنا كلنا مرتبط بشهر رمضان والناس كان بتستنى مسلسله بتستنى التجديد اللي بيعملوا كل سنة بس انا عايز اضيف كمان لكلام مصطفى مش بس الممثلين مش بس المخرجين مش بس النشوص كروهات طبعا انما الكروهات كمان بالزبط يعني المسلسلات الخمسطاشر حلقة قدت فرصة كبيرة جدا لعدد كبير من الفنيين والتقنيين هما كمان يشتغلوا بشكل او بالزبط انت كمان كسناعة بتعمل تدوير للصناعة بشكل وكمان اعتقد يعني اقاع المشهد يعني السنة الفتت عندنا يعني تجربة في الخمسطاشر كتير يعني مسلسل مونة زاكي تحت الوصاية رغم انه كان في النص التاني لكن لقى استحسان ومن الموضوع والتصوير والناس تشدت يعني مش انه بقى نص رمضان خلاص لا بالعكس ناس كانت مونة زاكي دونيا سمير غاني ياسر جلال طرق لطفي يعني عدد من المسلسلات المميزة الخمسطاشر اللي اتعرض السنة الفتت وفتحت الباب ويمكن انا اتكلمت على الموضوع ده السنة اللي فتت وقلت انه كانت خطوة جريئة جدا من الشركة المتحدة انطرح المسلسلات دي الخمسطاشر حلقة في رمضان والسنة دي انا بشوف العدد بيكبر بالدليل انه التجربة بتنجح وبتؤثر بشكل اكبر فكرة كمان عمل عدد كبير جدا من الفنيين في الشهر ده دايما المنصات لما دخلت قدت انطباع للناس انه الفرجة بقت مقتصرة على عدد حلقات اصغر ما كناش بنشوف ده في شهر رمضان كان لسه رمضان في حاجز شوية انه الحلقات 30 مرتبطة برمضان نما انه الحلقات توصل ل 15 حلقة في رمضان والناس تخلص مسلسل وتكمل التاني الاقاع كمان بقى المشاهد اسرع واخد انه بيتفرج على المسلسلات الاقل مش بس يا حفخراني غاد عبد الرازق كمان بترجع السنة دي عندها مشلسل بزي ما حقيقة قلت صحيح اكتر من ممثل الناس يمكن شايفة ان رجوعه والسنة دي هيضيف كتير وانا شايفة ان الموسم كمان متنوع مش بس بالاسماء انما كمان بالموضوعات في موضوعات كتير السنة دي اعتقد انها ترضي ازواق كتير طيب خيال اتكلم في الموضوعات وانا نرجع تاني ندخل ونشوف نجوم الموضوعات استاذ مصطفى بتشوف ازاي الموضوعات السنة دي يعني اعمل لي كده بحث كده سريع الموضوعات السنة دي بتشوفها ازاي طيب احنا السنة اللي فاتت كان عندنا رجعنا للدراما التاريخية من خلال عمل انا بشوفه عمل مهم جدا هو رسالة الامام وكان عندنا دراما الفانتازيا القريبة من حكاية الف ليلة وليلة في المسلسل بتاع دولي سامير غاني احنا بقى السنة دي عمال الف ليلة وليلة نفسها حكاية من الحكاية بالزبط كده وعندنا دراما تاريخية مهمة جدا جدا الحششين بالزبط عن اول فرقة اغتيالات في التاريخ اوكي والبطل واحد من اهم نجوم مصر الفنان كريم عبدالعزيز ومعه فريق من الممثلين الشاطرين جدا بايدا عنهم نجوم لكن كمان ممثلين شاطرين جدا جدا فعلم اظن ان هو المسلسل ثاري بجد مليان عندنا كمان دراما شعبية سواء الشعبي الاكشن اللي بيقدمه امير كرارة واللي بيقدمه احمد العوضي عندنا الادب عندنا الاستاذ احسن عبدالقدوس بيرجع تاني للدراما تليزيو بالزبط كده بطولة خلد النبوي وعندنا كمان الكاتب الكبير ابراهيم عبدالمجيد ربنا يديره الصحة يا رب عتبات البهجة مع الستاذ يحي الفخراني ورجوع المخرج الكبير مجد ابو عميرة تاني للشغل مع نجم بحجم يحي الفخراني حققه مع بعض نجاحات كبيرة جدا لا وفكرة هنا يعني خليني اقول كمان انه عتبات البهجة فكرة العمل الاجتماعي احنا برضو في مصر عندنا رمضان مرتبط بالعيلة فانت دايما ياما شوفنا ابو العيلة البشري شوفنا الشهد والدموع ليالي الحلمية فعتبات البهجة القصة اجتماعية لطيفة جدا عيلة وجد بيربي احفاده فحتبق قريبة كمان للناس لانها في بيوتنا كلها بالزبط كده عندنا كوميدي طبعا عندنا الكبير اللي هو بقاله الجزء الثامن هو احنا من 14 سنة بس الجزء الثامن موجود معنا وكمان عندنا فيه اكرم حسلي بابا جيه وعندنا دون سابق انذار ايضا اثر ياسين يعني بتالي فيه كمان حاجات هتبقى بالنسبة لنا يعني انا بحب المسلسلات اللي هي يبقى اسمه كده عادي وبعدين يخطف الانذار يعني عندنا مسار اجباري انا بالنسبة لأهم تجربة السنة دي هتكون بالنسبة لي هي تجربة زي ما حديك قلتي وستاذ نبيل امن على كلامك انه احنا عندنا الشباب انا عندي نجمين بيتم دعمهم بقوة صحيح اسم عمر واحمد داش انه الاتنين دولة بياخدوا فرصة في بطولة في الموسم الرمضاني في عز بالبلد عز المدعكة ده مهم لانه الشباب الحقيقة بيتابعوا بيشوفوا وانت كده بتقولهم ايوه انا معاكم تعالوا نتابع حاجة من مسار اجباري نشوف كده على الشاشة مسار اجباري زي ما قالولي دي دي الاعتقد ده البوستر وده يمكن البرومو بتاعه انا عمر البرنس ودي وصياتي باكتبها لاني حاسس ان الموت تقرب منه بتنتم اللي اتنين اولاد عمر البرنس صباح العاس بشكلنا كده عنشيل زان باوكل لغاية مموت انا طول ما انا معاق الحق ما اخافش انا هو عمر ما اخاف طول ما اخاف ضاعها بس القدوة دي ما اقول اجابة بقى مفتاحة على قد اللطة اللي احنا فيها دي بس انا مبسوت اني بقى لي اخوة انا سعيدة يعني مسار اكباري زي ما استاذ مصطفى قال هي فكرة التخطيب فكرة انت قاعد بتخطط لانك تنزل في هذا الماراثن الرمضاني بخطة يعني اللي هو انا عندي وجود للشباب لانه الشباب لما حيشوفوا قصصهم وحياتهم تبقى موجودة على الشاشة عايزة ارجع تاني مع استاذ محمد عايزة ارجع لك تاني من خلال الحشاشين يعني اعتقد احنا كمصر بقينا واختين خط فيه من العمق يعني اتكلمنا كتير عن الارهاب اتكلمنا عن الاختيار باجزاء كتيرة واللي حصل في مصر لكن احنا الوقت بنعمل تأصيل اللي هو نكلم الناس بقى بوعي وعمقه اكتر علشان نرجع للتاريخ ونقول من اين قتى هذا الارهاب جامعات متطرفة زي الحشاشين اعتقد انه زي ما تفضلتي فكرة انه خلال الكام سنة اللي فاتت كان فيه حرص دايما على طرح موضوعات الارهاب في العمال الدرامية ده كان لدينا عكاس كبير جدا في الشارع المصري يعني انا شايف انه ناس كتير تفاعلت مع اجزاء الاختيار بشكل كبير ناس فهمت يمكن تفاصيل ما كانتش وعية لها بشكل اكبر ومشالسل ده كمان لسه كتبتكلم بره مع الاستاذ مصطفى انه انا شايفه هيكون واحد من المشالسات اللي هيكون لها تأثير كبير السنة دي في الشارع المصري مش بس للفكرة انما كمان وجود كريم عبدالعيز يمكن هو دلوقتي نجم الشاشة الاول اكتر ممثل بيجني الارادات واكتر ممثل عنده افلام نجحة في السينما بالارقام فكمان وجوده في التلفزيون بعمل متحضر له بالشكل ده اعتقد انه كمان كانت خطوة مهمة جدا عايز بس ارجع كمان للدراما المراهقين اللي هتحصل في مصار كبير يمكن فيه ترند حاصل كمان للسنين اللي فاتت حتى على مستوى العالم ومستوى الافلام القصيرة من روح مهدى الجنات كتير بنشوف افلام دايما الحديث عن المراهقين ترند يعني مهم ومهم جدا ان الناس يسلها هم عماد الحياة يعني هم المراهقين دل هم اللي موجودين بيشتغلوا في المطاعم والمحلات والمصانع والحاجات والحياة وان الناس تلاقي الابطال هم اللي بينقلوا البلاد كلها البكرة الناس تلاقي الابطال اللي بيدوهم الفكرة واللي بيطرحوها هم فعلا من نفس الجيل بتاعهم بيستقبلوا الموضوع بشكل تاني أكيد طيب لحد ما خليها نشوف الحشاشين ياريت ولحد ما تتعرض بس سؤال سريع جدا أستاذ مصطفى الثقة برضو بأنك تجيب نجم زي كريمة عبدالعزيز بقى عنده من المصدقية والنجومية وانت بتعرض موضوع صعب ده مهم يعني فكرة الممثل اللي هو أنا حصدقه وحسمع له دي كمان مهمة في الاختيار أولا لازم أقول الأول أنه الموضوع الرئيسي في الكتابة أنا عندي حد زي عبدالرحيم كمال طبعا لازم يعني سيناريست يملك قدر كبير من الثقافة والوعي والفهم والقراءة والموهبة والموهبة طبعا والكتابة بين السطور والرموز وبعناية فائقة حل وانا عندي نجم زي كريمة عبدالعزيز أنا شايف أنه بالنسبة هو رهان نجح تماما يعني هنا ما فيش أي مغامرة ليه كريم هو رقم واحد في السينما رقم واحد في التلفزيون شخص طول الوقت متنوع من أول فيلم لحد دلوقتي قدم الفنتازي قدم الكوميدي قدم اللايت كوميدي قدم الاجتماعي قدم العمل المخابراتي قدم يعني إحنا تعالين نتكلم إحنا لو تكلمنا كل الحاجات حتى السايكو دراما قدمها في لازرق فيعني إحنا مصر متطور جباً كل حاجة اشتغل عليها ثانياً من جوه اللوكيشن من جوه اللوكيشن النهاردة كريم بيدخل المشهد بتاعه بيدخل حافظ ومذاكر وواع التفاصيل الشخصية بيكون بيدحك هنا المخرج يقول أكشن لابس الشخصية وده بكلام من جوه الناس اللي شغالين معنا عارف وانت بتتكلم أنا عايزة أقولكو حاجة بلدنا عظيمة احنا عندنا فن عندنا رموز يعني الكلام اللي بتقوله على كريم عبدالعزيز هو ابن أجيال بتتلاحق على شاشة رمضان وشاشة الدراما فده كمان بيدينا الأساس إنه احنا طول الوقت عندنا مصر ولادة احنا شايلين في جيناتنا وفوق كتافنا تفاصيل وخبرات أجداد مروا في البلد دي على آلاف السنين وبالنسبة ده كلام علمي صحيح احنا شايلين ده فلذلك احنا عندنا كم مواهب كبير جدا جدا بيحتاج بس ربع فرصة علشان يظهر ودينا بنشوف صحيح النجاح أكيد يعني بيبقى الجزء الكبير هو إعجاب المشاهدين بهذه الأعمال نتابع تيجوا نتابع جزء من نشوف كده برومو للحشاشين ونرجع نكمل بعد كده بعد فاصل نكمل الحديثنا اليوم عن مسلسلات رمضان نشوف مع بعض الحشاشين تخيل مؤمن واحد من قلقة ألموت بخنجر وإيمان كافيلي من نهد دولة رصخة بقالها سنين عندها جيش ومال أنا عايز الروح بيم للقلوب وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشعة ترق ورجعنا تاني مع حضراتكم بنتكلم عن الواجبة داسمة الدرمانيه الرمضانية بتاعة يعني ما بدأناش الصيام لسه بس بتاعة الدراما والمسلسلات إن شاء الله اللي حتستمتعوا بيها على شاشة رمضان معايا في ضيافة النقاد الحقيقة الناقد محمد نبيل والناقد أيضا الأستاذ مصطفى الكلاني بنكمل كلامنا عايزة أرجع عليه أستاذ محمد وأرجع نتكلم عن الكوميديا إحنا كمان كمصريين بنحب الأعمال الكوميديا إحنا تربينا بإنه لمة رمضان دي فيها العيلة ففيها الخال اللي يضحك وفيها العم وفيها الأخت وفيها العم فعشان كده ده العمل القامدي على شاشة رمضان مهمة بالنسبة لنا كمصريين يعني صحيح فاعتبات البهجة أعتقد اللي حيحصل أنه نشوف كمان يحيا الفخراني كجد هيعمل إيه يعني المسلسل من أول برومو بتاعه مبشر جدا وزي ما الأستاذ مصطفى كان بيتكلم الكرو كمان والكاست يعني كل واحد في مكانه بشكل يعني ملفت المسلسل أكيد منتظر لعودة يحيا الفخراني كمان الكبير أوي ناحية تانية عودة لأحمد ميكي طبعا بكل الشخصيات السنة دي بكل الشخصيات أنا شايف كمان أنه الناس هتستقبلوا بشكل أفضل يمكن من السنة اللي فاتت لأنه أحمد ميكي طور كتير واضح في النسخة في النسخة دي من الكبير وبشكل عام الناس بتستنى الكوميدي يعني صحيح وهو بقى مرتبط برمضان زي ما عادنا سنين نرتبط بالفوزير ألف الليلة وليلة الكبير بقى برضو جزء من الحاجات يعني خلينا يعني قبل ما نشوف بس حتى عتمت البهجة أنا عايزة أسئل سؤال هي فكرة الكتابة للنجم الكبير القدير ودي برضو أنا مبسوطة بيها لأنه عندنا نجوم عظام لما نشوف في السينما الأمريكية يفضل يكتب لكوفن كوستنر يفضل يكتب لريتشارد جير لأسماء كبيرة بعينها ويبقوا موجودين على الشاشات فتفضل برضو النجوم اللي ليهم هذه المكانة يبقى فيه موضوعات طليق بيهم وده اللي حصل السنة إنه موضوع الجد يليق جدا بفنان يحيى الفخراني عائلة مصرية ونشوف الكتابة بشكل تاني هو عمله قبل كده في موضوع عائلي والسنة دي فعليا أنا قاعد مستني المسلسل على نار ليه لأنه طبعا الأستاذ يحيى هو بالنسبة لنا رمضان غيره ما يبقاش حلو ده أول حاجة تاني حاجة إنه زي محرج بتقولي إنه محتاجين كل سن يبقى ليه أعماله ويبقى ليه وانا عندي نجوم كبار بخبرات ضخمة جدا جدا النهاردة خبرات يحيى الفخراني لازم ينقلها للأجيال الصغيرة للأجيال اللي بعد وخبرته أصلا في اختيار الموضوع صحيح وده مهم يعني فعليا إحنا الناس دي ثروتها الرئيسية في كم القدر والوعي والثقافة اللي خليه يختار موضوع يناسبه هو كممثل وكمان يقدم الجمهور فينبسط ويفرح خلينا نشوف لأنه كمان فنان يحيى الفخراني عامل صانع محتوى على الانترنت فهو لايق جدا على الحياة اللي احنا بنعيش هيا فنشوف عتبات البهجة كده ونرجع نكمل كلام نشوف مع بعض يا مسائل البهجة بالنسبة للناس اللي بتنوارنا الأول مرة أنا اسمي بهجة الأنصار بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة بتنمي عن لحظات البهجة والسعادة بتنحونا نعيشها كل لحظات مرة ننجح ومرات لا لازم نفضل نحاول كل ما احنا عايشين اذا عجبكم المحتوى فرضا يعني لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشيروا الحاجات بتاعتكم صباح او مساء البهجة ايوه من بهجة الأنصاري انا بهجة الأنصاري خير تبقى بهجة حلوة هنا برضو بما ان احنا يعني في الناحية الكوميدية خلينا نقول كمان انه الكبير اعتقد استغلال نجاح يعني انت عندك نجاح موجود على مدار سنوات كتيرة لمسلسل بقى موجود طول الوقت بقى مهم جدا ان احنا برضو الناس ترجع وتشوفوا هي فكرة اني بستغل هذا النجاح وتعلق المشاهد به انا الحقيقة كنت متخوف اول ما عرفت انه احمد ميكي مقرر ان هو يعمل الكبير السنة دي كنت قلقان من انه ايه الاضافة اللي ممكن يقدمها تاني بعد كل السنين دي سواء على مستوى السنين نفسها او على مستوى السيزنز بس الحقيقة انا اكتشفت انه برضو ضايف خطوط جديدة للمسلسل اعتقد انه هو يمكن يكون الجزء الاخير لي بالتوديفة اللي حصل دي مش متأكد بس بس انا شايف انه هو هيضيف كتير السنادي للمسل طبعا تيجي نشوف مع بعض ويعني نشيل التخوف ده وعايز اقول كمان استاذ مصطفى انه الناس كمان الاسرة المصرية بقيت تلتف على الكبير على مئدة الفطار احنا عندنا هزه العادة المصرين بيحب يفطر وقدامه المسلسل هو بقى بيحرق اي حاجة وقت الفطار انت عايز تجاوب على فدماغي اي حاجة نشوف الكبير لانه دايما بيبقى كبير نشوف مع بعض تتسحب اللحاف من علي ونسحبت عليك سافوريا والله يرفع عنده فوق جاعد مع مكانة فتس تفرز كل منتجات الفتس شلت خد اديات فتس حتى المجات التزموا بالخطة ام رجعيني بسا ساعة حيوني شروا جسمي شيئة ده مرتك حامل فين دي ابو نوكيو ايه صوت القطة صوت القطة زغير جبت السقة ديبنين يا ابن الصرب دردددد عفريت واه دمدومة دهجوم بالأدوية واي عالة بتجيب قمبلة رحين اللي بتسترع في ايدي احنا كده روح نفتس سيوسون حقيقة يعني برضو خلينا نقول الفنان احمد بيكي بيبزل مجهود كبير جدا في الكبير انت بتقدم تلت شخصيات لشخص واحد صحيح فيعني انا حتى وانا شايفاه هو بيقدي الصوت والشخصية ده مجهود كبير قوي يعني فيه تلت أبطال بس هو بطل واحد ده هو في جزاء تانية كان قدم الكبير السوداني ايه صحيح طبعا بس هو في حاجة مهمة جدا الميزة الرئيسية اللي خلت الناس حبة الكبير من أول جزء شكل الكوميديا اللي مختلف واللي قدمه أحمد ميكي لحد ما حصل التوقف لما رجع رجع بخطة كبيرة جدا انه كان معاه نجمين نوروا معاه جدا رحم أحمد فرج وحتم صلاح مع المجموعة القديمة وضاف وشكل الكتابة تغير وضاف ناس أعمل تجديد بالزبط تجديد دم زي ما بيقول بالزبط كده السنة اللي فاتت كان فيه جدل حوالين المحتوى في المسلسل في الأول لكن قفل المسلسل قفل أصلا أنا من نسبة لي فاتتصنع روحنا من تجديد طبعا حاجة فضيعة أه انت بتلعب بيلعب جيم مسرح هنا بيكشف كل الحدوطة بكل الشخصيات فأنا حاسة أنت أكثر تفاقل من في موضوعك لا لا إحنا لتين أقول أستاذ محمد نبيل متفاقلين لأنه شايفين أنه أولا ميكي شخص من أزكى ممكن صحيح ميكي واحد من أزكى النجوم اللي موجودين على الساحة ثانيا هو عارف كويس العيوب اللي حصلت في الأول السنة اللي فاتت ورجع تتركه أنا بس بجري معاكو عشان عايز أخد منكو كزا نقطة قبل ما يقولولي الوقت خلص أنا شايفة كمان أنه بقى فيه فكرة أنه النجم مبقاش ثابت على الشكل يعني مثلا أمير قرارة باشا مصر بيغير من دمه كل السنة والسنة دي موجود في بيت الرفاعي هو مثلا مصطفى شعبان كمان بيروح للمعلم شايف إزاي أستاذ أمير بالذات عنده دايما هم كل سنة ونجوم كتير وأكيد ده أعتقد أنه ممكن يكون الهاجس بتاع كل ممثل بعد ما يخلص سيزون أنه إزاي أن أنا بعد ما قدمت مشلسلي سواء توفقت فيه أو لا أن أنا أبدأ أدور على أرض تانية أشتغل عليها أمير من الناس اللي بتدور وبتكتهد كتير وبتذاكر مش بس أنه هو بيحتفظ بالكونفرد زون بتاعه دايما اللي بينجح فيه إنما كمان بيحاول يروح لأماكن تانية أعتقد أنه السنة دي كمان مشلسولة يكون منتظر في نفس المنطقة ياسر جلال لأن ياسر بيغير كمان ما قاله يعني ثلاثة سيزون بيغير بشكل إجباري آخر حاجة ممكن أقولها توليفة الفنانين مع بعض بنشوف ناس بتتغير ما بقاش فيه فكرة الشلة دي بتعمل مسلسل ده فيعمله مسلسل تاني لا ما بقاش فيه الفكرة دي رأي حضرتك؟ طبعا ده حاجة صحية جدا وشايف أنه الإنتاج هو دوره الرئيسي في الموضوع ده أنه هو يمنع ده ويعمل التباديل يعني مثلا نحن كنا نتكلم فاتحي عبدالوهاب السنة دي مع كريم والسنة اللي فاتت كان مع أمير كرارة مع أمير كرارة في كتير وكتير بقى من النجوم فيه صغير كتير أي ممثل أعتقد أنه إحنا عندنا كم كبير جدا من المواهب يعني والأشوات الجديدة بسواء أن عندها خبرات أو كمان الصعدة أي ممثل عايز يشتغل جنب ناس بتحتفظ بالمواهبة يعني في الآخر إحنا عندنا ناس كتير تقدر نتشتغل مع بعض مش لازم دايما نشوف السنائيات دي كل سنة ويبقى حلو إحنا كمان نشوفهم مع بعض بشكل سريعا جدا روجينا بتعمل سلة إيريهي بتكمل أيضا حاجات جديدة بتتحدى بيها نفسها هي بتحاول أن هي تقدم نمازج وشخصيات نسائية مختلفة كل سنة كان عجبني المشروع بتاع السنة اللي فاتت رغم أنه كان فيه شوية مشاكل بس في الكتابة بس كان عجبني السنة دي دخلت مع الشركة المتحدة بيعمله وأتمنى المشروع يبقى جيد ويبقى على قدر مليحة من الحاجات المهمة جدا اللي حرست عليها المتحدة إن هي تكون مع القضايا الفلسطينية بتكمل الدور المصري كله دياب ومجدزاكي طبعا بتتوج الدور المصري وأعتقد أنه مسلسل الناس كتير في الظروف اللي احنا بمور بيها دي هتكون حريصة أنها تتفرج عليه مش بس على فكرة لقضياته إنما كمان أعتقد مستوى الفني يعني اشتغلوا عليه بشكل كبير جدا هل أكرم حسني هيكمل في بابا جيه الكوميديا والدحكة اللي هيبقى في الكبير وفي اعتبات البهجة طبعا أكرم أكرم بيلعب كل سنة جيم لطيف جدا وكل سنة بيحاول يغير ومن جلده وبيلعب أنه أفكار مختلفة كل شوية وده حلو وعجبني وبصراحة أنا مستني بابا جيه عنوان لدراما رمضان بإذن الله عشرين وعشرين عنوان أنت بتشوف وتقول عليه مسلسلات الخمستاشر حلقة تتفوق مسلسلات الخمستاشر حلقة تتفوق حتى قبل ما نشوفها قبل ما نشوفها أنت عجبك الفكرة جدا 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 أنه كله يشتغل وأنه الناس تلاقي أنها قادرة تتفرج على مسلسلات كتير على مدار السيزن وكمان أعتقد أنه أغلبها مسلسلات منتظر منها الكتير سريع بشكركم شكرا جزيلا أستاذ محمد نبيل النقد الفني أستاذ مصطفى الكلاني مشكركم شكرا جزيلا هنتقابل لسه أنا لسه منسخر استوديو تحليلي ده في البداية كده هادئ جدا لسه ما دخلناش للمشاهد والموضوعات ومين عمل إيه وعايز أقول لكم يمكن الأسماء اللي قلناها للنجوم لكن جوه النجوم نجوم فيه نجوم كتير حيبقوا متصدرين المشهد وهي دي مصر مصر ولادة وده الماراثن الرمضاني بإذن الله وإن شاء الله يبقى حلو أنا مع الخمستاشر حلقة جدا وكمان أنا مع المواطن والمشاهد القديم بتاع التلاتين حلقة منستمتع بيهم برضو فيه أعمال بتحتاج ده وده تقصي رمضاني إن شاء الله تساعدوا به لسه رمضان إن شاء الله قدامنا لسه أسبوعين على الأقل وإن شاء الله نقدر نقدم لكم كل الأخبار أول بأول لقاءنا النهاردة في التاسعة بالنسبة لي انتهى غدا تتجدد معكم التاسعة مع زميلتي العزيزة هدير أبو جيد أما أنا فألقاكم بإذن الله إن خميس المقبل تصبح على الفخير شكرا